الى صحيفة الانديبندنت البريطانية الريال الايراني يدفع ثمن العقوبات والعزلة الدولية تراجعت العملة الايرانية المضطربة الى مستويات قياسية ومنخفضة جدا مقابل الدولار الامريكي وسط عزلة متزايدة للبلاد وعقوبات محتملة من الاتحاد الاوروبي على الحرس الثوري الايراني او بعض اعضائه وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتهران في الاشهر الاخيرة مع تعثر جهود احياء المحادثات النووية واحتجزت ايران مواطنين اوروبيين عديدين واصبح الاتحاد ينتقد بشكل متزايد المعاملة العنيفة للمتظاهرين واستخدام عمليات الاعدام وجرى تداول الدولار بما يصل الى 447 الف ريال في السوق الايراني غير الرسمي مقارنة ب430500 في اليوم السابق وفقا لموقع بونباست دوت كوم لأسعار الصرف وينقش الاتحاد الاوروبي جولة رابعة من العقوبات على ايران وقالت مصادر دبلوماسية ان اعضاء من الحرس الثوري سيضافون الى قائمة عقوبات التكتل لسبوع المقبل لكن بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تريد ان تذهب الى ابعد من ذلك وتصنف الحرس الثوري ككل منظمة ارهابية وفقد الريال 29% من قيمته منذ الاحتجاجات التي عمت ارجاء البلاد عقب وفاة نهساميني الشابة الكردية البلغة من العمر 22 عاما اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة